خرجت الفنانة ريم فكري عن صمتها بعد أسابيع بخصوص اتهامات عائلة زوجها الراحل وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام ونشرت ريم فكري تدوينة مطولة عبر خاصية ستوري تضمنت علاش العائلة هجمت علي يوم رحمونيش عمري آديتهم أو قللت عليهم الاحترام وحتى لدى ما غيسمعوش مني كل مدلعيب حيت كيبقوا والدين وإلى كان ذاك الشي اللي داروا بالرد عليهم شوية الحرقة دلولدهم ماشي مشكل صرت توكمتها في قلبي وأضافت ريم فكري احتراما للسيد اللي مشى عند الله ما عنديش الحق نهضر نيابة عنه أو حتى ندافع على راسي حيت هو ما كانش بشي دافع على راسه كل شي في يد القضاء وأنا براسي ما عارفاش أكتر منكم وما تطيقوش أي حاجة حيث تحقيق غادي في سرية تامة يكون كيف مكان مزيان أو خايب ما يستهلش ذاك الشي اللي طراليه ونأكد لكم أنه كان رجل طيب وكيدير الخير بالساف وختمت ريم فكري تدوينتها كان بقى بنادم وقلبي شيش وقلبي تفر تتماشي غير تهرس ولكن وخهاكاك غا نود ونجمع ذوك الفراتات ونبدأ بيهم صفحة جديدة إن شاء الله خاصني النود نخدم ونرجع شوية حيث حتى واحد ما غايدق علي ويقول ليش نو خاصك الله يحفظكم من شر الخلق ويحفظوا ليداتكم ويرحم جميع أموات المسلمين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلموا وأنتم لا تعلمون